السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نقدم لكم راندة الشهدة كنتمنى ان هذا فيديو هنا الاعجاب ديالكم انا هنا وضع تسعة الغرزات فهنا غادي ندعو الخدمة من البداية اول حاجة ندعو هنا الغرزة الاولى والتانية والان غادي نكون الغرزة التالتة لاحظوا معايا مزيان هنخلي الغرزة اللولة والتانية ونضرف الغرزة التالتة هنا تنخلي وجوش الغرزات اللي عندنا في الواسط تنخليهم ما تنخدموهمش هنا وواحد اثنان لاحظوا معايا هنا مزيان الغرزة التانية وغادي نكون الان دابا الغرزة التالتة هاد الخدمة انا فضلت انا اندي رفات تسعة الغرزات باش يبقى عندي العدد يعني نفس العدد اللي نخدم به في الاسفل هو اللي نخدم بيه في الاعلى دائما نعدي ثلاثة الغرزات التحت ثلاثة الغرزات الفوق واحد دابا نخدم الغرزة التانية اثنان نتابهو الحساب مزيان هاد الخدمة كتعتمد على الحساب ثلاثة الان شوفوا معايا مزيان هاد العوينة اللي درناها ان نكون فيها جوجة الغرزات الغرزة الاولى في هاد الاتجاه بحالة تنطلع يعني الاتجاه الاعلى والغرزة التانية تنهبط تنهبط الخيط يعني الاسفل لاحظوا مزيان الخيط تنهبطو الاتجاه الاسفل باش اعطيني هادك الفاراغ واحد اثنان تلاتة دابا غادي نضربه في التوب دائما خاص عدي ثلاثة غرزات التحت ثلاثة غرزات الفوق نفس العدد باش نحافظ يعني على العدد دي التسعود في الوسط دائما عندي ثلاثة واحد اثنان تلاتة دابا غا نخلي هاد الفاراغ هادا اللي فيه ثلاثة الغرزات عقلوا معايا هاد الفاراغ فيه ثلاثة الغرزات يعني غا نخلي وغا نمشي لهادك الغرزة اللي عندي فهي الرابعة فغا هنا عدا غا بدي نحسب واحد اهنا نتابه مزيان انا انا هنا ما حسبتش هادك الدربة باش منتلفش على الحساب حسبت هنا دابا اثنان فهنا عندي الغرزة التالتة دائما فيما هادك الدربة اللي ولم تحسبوها اللي حسبتوها غا دين تلفو يعني هنا ضروري الواحد يركز على الحساب واحد انتم هنا غا تفهمو علاش انا قلت لكم ما تحسبوش هادك الغرزة باش ما تلفوش اثنان ثلاثة هاد الفاراغ هادا يعني هنا غا ندير فيه جوجة الغرزات واحد في الاتجاه الاعلق واثنان تنجر الخيط الاتجاه الاسفل كيف ما كتشوفونا كنجر الخيط يعني باش يتكون عندي هادك الفاراغ واحد اثنان ثلاثة هنا وضعت ثلاثة الغرزات وغادي نضرب دابة في التوب ركزوا معايا هنا في الحساب جيدا واحد الحساب هو اللي مهم في هاد الخدمة هادي اثنان ادراه عند تشهدات تجي سراحة آنيقة وزوينة ثلاثة من بعد موضع ثلاثة الغرزات غا نخلي هاد الفاراغ اللي عندي في الوسط وغا نجيل هاد الغرزة هادي هي اللي غادي نخدم عليها وما غا نحسب هاش كما قلت لكم وغا هنا عادة غا بدا نحسب واحد اثنان ثلاثة باش يبقى عندي نفس العدد يعني إلا بغيت أنا حسبت هذهك الغرزة غادي نترون شوية مرة غا تعطينا ثلاثة مرة غا تعطينا ربعة أنا تشي علاش مبغتش نحسبها قلت نبقى أنا غادي نحسب ثلاثة الفوق ثلاثة لتحت واحد اثنان ثلاثة لابا غا نخدم في هاد الفاراغ هادا واحد هندير الغريزة اللولة ونجر الخيط الاتجاه الأعلى والغريزة الثانية هندنجر الخيط يعني الأسفل هندنجر الخيط الأسفل باش يعطيكم ما ذاك الفاراغ واحد اثنان ثلاثة هندنوضعنا ثلاثة الغريزات وغادي نجيو للتوب غا نخدموه هنديرو هناي الغريزة ديانا في التوب نرجعو كذلك نديرو نفس العمالية واحد اثنان ثلاثة وضعت هنا ثلاثة الغريزات غا نخلي هاد الفاراغ كيما قلت لكم وغا نجيل هاد العوينة هادي ومنحسبهاش منحسبهاش باش منتلفش عاد غادي هنا غا امدنحسب واحد هنا نوضع الغرزة التانية ونوضع الغرزة التالتة هنا عادي ثلاثة الغرزات وغادي نخدم دابة هنا في التوب كيما قلت لكم هنا نخدمه في التوب هاد الراندة سراحة زوينة عجباتني في البداية تتبان صعيبة ولكن من بعد كتلقاوها يعني تاهلة وضعنا ثلاثة الغرزات كيما قلت لكم ركزوا غير على الحساب فقط هو اللي مهم لاحظوا معي هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة من اللي تنوصلوا الربعة الفاراغات يعني ربعة العوينة كبار تنخدموا ثلاثة الغرزات الغرزة اللولة والغرزة التانية تنجمعوا فيها ربعة الفاراغات الجمعنا فيها الغرزة الثالثة الغرزة التالثة ثلاثة في هذا الفاراغ يعني هناك دائما هذك الفاراغ سنخدموا فيه ثلاثة الغرزات يعني هذا العين هذي خدمت فيه هنا ثلاثة عادة هنا سنحسب نحسب واحد هنا اخدم هذك العوينة اللي انا اصلاً كنتخدمتهم يعني ثلاثة الغرزات دولي هما هذو ثلاثة باش نخدامين تقعد لي الخيط غنبدله حيدو هذو الخيط وركبو خيط آخر ما قلتش لكم الخيط هنا على ثلاثة شعرات واحد اثنان هنا الغرزة الثانية ثالثة بطبيعة الحال وغنخلي هذو ثلاثة الغرزات اللي عندي في الوسط يعني بهذ بهذ اللي جمعت آنايا رهنا عندي ثلاثة غنضرب هنا في هذ الغرزة الرابعة هذي اللي كتشوفوا فيها هي الرابعة اللي أنا قلت لكم ما تحسبوهاش هي هذي اللي ضربت فيها دابة عاد دابة هنا غنبدأ نحسب واحد وهنا غنخدم اثنان وغنخدم طبيعة الحال الغرزة التاريتا من بعد ما خدمت الغرزة التاريتا غنضرب في التوب وغنرجع نعمر هذو هذ الفراغات هذو هذ الغرزات اللي عندي رجع نعمرهم عندي ثلاثة الغرزات كيما قلت لكم واحد اثنان ودابة انديرو الغرزة التالتة دابة غنرجع نعمر هذ العوينة اللي عندي أنا كبيرة اندير فيها جوجة الغرزات كيما العادة واحد الغرزة الاولى غنطلع الخيط يعني الاعلى والغرزة التانية تنجر الخيط الاسفل هذ الغريزة درتها صغيرة شوية ولك يرا تنجر الخيط الاعلى وتنجر الخيط الاسفل عفوا هنا تنوضعو ثلاثة الغرزات نسيت صراحة هنا تنوضعو ثلاثة الغرزات عادة نكملو ثلاثة يعني بحالة هنا غادت تحسبو غادتلقاو هنا عدكم تسعة الغرزات يعني إلا حسبتو من الفوق حتى الأسفل غادتلقاو تسعة الغرزات فهناكملو الخدمة عادي هنا احنا عمرنا هاد الفراغات كاملين يعني عمرنا تلاتة اللي فوق و تلاتة اللي لتحت و تلاتة للوسط هي تسعود هنا غنخلي جوج الغرزات اللي عندي جوج وغنخدم في التالتة باش نفتح عين أخرى يعني غنفتح دابة هاد العين الكبيرة وغنخدم هاد ثلاثة الغرزات اللي عندي في الوسط واحد اثنان ثلاثة هنا هاد الغرزة التالتة دابة هاد نخلي جوج الغرزات واحد اثنان ما غنخدم هاش وغنخدم الغرزة التالتة يعني الثلاثة الغرزات هنا خليناهم وغنضربو في التوب من بعد هنما ضربت في التوب غادي نخدم فغادي نخدم هاد الغريزة الأولى واحد وغنخدم الغريزة التانية جريت الخيط الأسفل كما كتشوفو جرينا هنا الخيط الأسفل غنخدمو ثلاثة الغرزات اللي عندي في الوسط واحد اثنان ثلاثة هنا عندي ثلاثة الغرزات كما قلت لكم الثلاثة غنقاو خدامين عليهم وغنعمروا هاد الفراغات واحد الفراغ هنا هاد العوينة هادي دائما كما قلت لكم تنعمرها بجوج الغرزات يعني مرة في الاتجاه العلوي ومرة في الاتجاه السفلي دابة اضربنا في التوب نخلي هادك الفراغ كما قلت لكم ونرجع نضرب هاد الغريزة هادي اللي كتشوفو فيها ما غاديش نحسبها وغا نرجع نحسب ثلاثة الغرزات ديولي واحد الغرزة اللولة دابة غنخدم الغرزة التانية والغرزة التالتة كما قلت لكم دي ما ثلاثة الغرزات عندي الوسط فغادي نحافظ عليهم ونخلي هادك الفراغ ونجيل هاد الغرزة هادي وغادي هنا بش نكون هادك محافظنا كتلا